سنقول مساء الخير سميرة للطبيبة لمصممة الأزياء والناشطة السياسية والإنسانية السودانية ميادة عادل مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم أنا سعيدة جدا لنواحكم سعيدة بجد 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 ونحن سعيدة أني قلب بيت الدعوة ليش؟ فين التوب؟ أنا أول مرة شعرت كده ملكة سودانية في وسط باريس أنت طبعا ملكة على طول ملكة أنت والله الكاداكة أنت والله جاية من الشغل يعني قدمت هذا العرض منذ سنتين في اليونسكو وارتداك الأسواب من سنتين سنة ومن سنة نهاية السنة 2018 من سنة 2017 في كينيا وكان نوبين كوينز يا كوينز هنحكي عن كل هذه المساء الميادة عادل عندك مركة تحمل اسمك حالياً ولكن تركت الطب وجيتي على هيد الأشياء ما الذي حدث؟ الحدث أنت طبيبة عامة متخصص اختصاصك طب عام أيو أنا كنت قرأي الطب وفي الساعة ما كنت بقرأ كنت بشتغل في منظمات كتير وبرضو كنت في نفس الوقت نشطة وحركتي كتيرا وبعدين كنت بحب الفاشن بحب دائماً أصمم لنفسي وكده فكتير من الناس حاولين يشجعوني أن أنا أعمل فاشن براند ما كنت بأخذ الموضوع يعني بجدية لغاية ما كنت سفيرة مهرجانا السودان لسنة المستقل لـ 2016 صممت في ستاند بالتعاون مع الرسام اسمه غسانة البلولة فحسيت أنه كان في عمل راو عمل ضجة فقلت طب خليني أعمل فاشن براند وأشوف إيش اللي ممكن يصير البدايات تخرجت وقمت اشتغلت منظمة الصحة العالمية بعد ما تخرجت وعملت البراند لما نجيت أعمل البراند كان في معوقات كتيرا في السودان أنه أنت ممكن تفكري كيف تعملي رانوي شو ولا تنتيجي حاجات وتعرضيها لجمهور السوداني كيف الحاجة دي كان في صعوبة للتواصل مع الجمهور السوداني والحاجة محددة دائما الشغل التصميم والأزياء في السودان محدد بالتوب السوداني يعني ما في مودرن توتشيز فرنش كتس وحاجات زي كده ما عندنا منتشرة فمشيت 2017 نهاية 2017 على كينيا اتأخذوني منحة لبروغرام اللي اسمه فاشن برودك لاب هناك عملت أول كليكشن نوبيان كوينز أيواك كنت محاولة مني أن أذكر السودانيات أو أذكر نفسي كمان أنه نحن جدودنا كانوا ملكات وكان عندما القوة لنحكموا مجتمع فما كان يعني قواعد نظام عام أو الشريعة أو أي قواعد من دي القواعد بتفرض علينا أنه كيف نحن نلبس فوهديتها للمرأة السودانية في 2017 رجعت كملت شغل في منظمة الصحة حسيت أنه بعدين بدأنا نمشي من مهمات أيوة لمخيمات اللاجئين وكنت بلاقي النساء هناك مبسوطات وفيهم ألوان وفيهم حياة وكل ما أخش على خيمة بلاقيهم بيتعلموا كيف يعملوا شغل الخراز وكيف يلبسوا اللاوو هما كانوا نساء من جنوب السودان أريد أن أسألك هما جايين منين يعني اللاجئين من جنوب السودان من جنوب السودان يعني هربانين من الحرب من الحرب هربانين من الحرب وقاعدين في المخيمات وما عندهم ما عندهم ما عندهم دخل دخل مادي فقاموا عرضوا علي أن أشتري منهم الأكسيسوريز والحاجات ويكفوا ويتصوروا وبعدين أخذ يعني خط إلحام كبير منهم ودفعوا في رغم الظروف اللي هما فيها كانوا مبسوطين وبينتجوا فجعت الفكرة أنه أنا أشتغل مع بعض النساء ديل وأتكلم معهم أكتر عن قبائلهم وأفهم منهم ثقافتهم والألوان اللي بيحبوها ما هو ده هل أنت ما قابلت النساء دول حسيت أنه السودان دي بلد واحد وانت الثقافة دي الثقافة مشتركة أو نساء بثقافة أخرى تماماً ويمكن بيتكلموا لغة مختلفة تماماً أو لقيت في أشياء مشتركة حتى في الأكسيسوريز اللي بتحكي عنها واللبس كمان يعني نحن عارفين أنه السودان فيه كمية من القبائل وبتختلف بثقافاتها وبفهمها ولبسها يعني كل القبيلة عندها فاشن ستيتمنت بتقول عليها أو تصميم أزياء بيعبر عن القبيلة فاللي شفتوا هناك ممكن هم بتشاركوا معانا نفس الحالة النفسية الداخلية واختيار الألوان هم بيحبوا الألوان البارزة اللي بتظهرهم بتظهر لونهم الأسمار الميلالين البلاك الداخل فحسيت أنه فيه اختلاف أيوة لكن بيتكلموا عربي كانت بتتكلم معي عربي هو بيقولوا عرب جبا لكن كان فيه نوع من التواصل المشترك وعندهم ذكريات كتير معانا في السودان وهو كان الاختلاف سوري لا بس يمكن لهيك سميت العرض اللي صار باليونيسكو السودان سودان وجنوب السودان كأنك حاولت اجتياز بقوة الأمر السياسي الذي يكبل ما شكل لك مشكلة هيدا الشي هو أول حاجة أنا كنت بعملها هو ممنوع أني كنت تشتغلي مع ممنوع في السودان بأمر السلطات أنه تشتغلوا مع ناس من اللاجئين حتى ما يكون عندهم مصدر الدخل الظروف اتغيرت حاليا بس في البداية كان حتى كمان هم لو كانوا بيشتغلوا أعمال بسيطة بيجوا الناس السلطات بيخربوا لم حاجاتهم لا أطلعوا ما تعملوا حاجاتكم ورغم ذلك أصريت على تسمية العرض بهذا الاسم عرض حقهم ومهداء لهدول النساء برضو أهديتهم لهدول النساء حتى شغلهم حتى الأفكار اللي كانت في المجموعة اللي أنا عملتها من كلامهم من حكاياتها يعني من روايات النساء اللي كانت موجودة هناك بس حتى كمان الألوان قلناه والاكسسوريز والفكرة بتحضل العرض هو الفرق الوحيد هل هي الديانة اللي هي مختلفة كنت بتقولي كان في بعض الفرقات إيه هي الفرقات تيه؟ أه هي أيوة ممكن نقول هي الديانة فكرتهم للبس كمان فيه اختلاف نحن محاطين نحن في السودان في الشمال السودان محاطين بالشريعة والمجتمع بس دا قريب بس زمان زمان لا ما كانش فيه الحال هو دا يعني الفرق دا جاي من نظام من نظام فرض فرض الدين ومفهوم دين نعم مختلف تماما عن يمكن ثقافة الشعب السوداني صحيح صحيح دا يمكن سبب حقيقي من داخل كده فيه نوع محاربة قوية من خلال عرض الأزياء أو من خلال التصميمات مني رافضة الحاجة دي يعني أنا برضو فرضت علي لكن لما وصلت السودان بقادات أوعى شوية كان فيه مقاومة وهي المقاومة كانت تشكلت بطريقة فنية من الحالات الاجتماعية اللي كنت بشوفها حوالي أيوة اختلاف الدين يعني دينهم مختلف أو نظرتهم للموضوع الدين مختلفة فلبسا ما مقيد لبس النساء الجنوب السودانيات الموجودات كانوا في المخيمات اللاجئين ما مقيد ما فيه تقييد يعني هل ممكن نشبهه لللبس الأفريقي اللي ممكن نلاقيه مثلا في السنغال لما كتف بيبقى ظاهر ما فيش أي مشكلة الأنوسة ظاهرة ما فيش بالجزء من أمم أو نوساتها والسدر أيوة ظاهر وما فيش مشكلة وحتى أنه بيرقصوا وكان فيه ركسات بتكون مخصصة للجذب الرجال وبتكون فيه لبس معين للحاجة دي فكنت يعني حاجة يعني رائعة رائعة جدا حتى كمان فيه مخيمات في الخرطوم بس ما فيها نفس النوع المخيمات اللاجئينة اللي كنا زرناها في الأبيض وكوستي والحيتة تخضع لتقاليد المنطقة وبيلبسوا التوب وبيغطوا راسهم يعني هم ما عندهم نفس القناعات اللي بيشاركوها مع المرأة اللي عايشة في السنتر ما الذي أتى بك إلى باريس؟ جيد عشان عرض اليونسكو ولكنك هنا منذ ذلك الحين؟ نعم إلا حصل إلا حصل أنه السورة بدت وأنا شخصياً اتعرضت لمشاكل كثيرة في السودان نتيجة للشغل ده شغل تصميم الأزياء من أي نوع مشاكل؟ أولاً ابتداءاً مع أهلي كان عنده فرقف تام أنه أكون مصممة أزياء باعتبار أنه مهنا مش محببة وطبيبة وكيف تكوني مصممة أزياء يعني دي حاجة غير محببة لإسم الأسرة أيوة وبتجيب لهم الكلام وبتجيب لهم العاب والحاجة دي يخصي عليك يا ميان أيوة سيبت الطب عشان تصميم في نوع متحسين من تقليل من قيمة المهنة هل ممكن تفهميهم في بعض؟ يعني يعني ممكن برضو تحاولي تفهميهم أنه برضو في المجتمع ده مش سهل؟ أنا فاهمة أنه هم برضو ضحية للمجتمع ده أنا فاهمة كماني تربيت في السعودية فأنا ضحية مجتمعين ضحية مجتمع وهابي ومجتمع إسلامي بحث يعني هل وجدت في باريس الملجأ يعني؟ لقيت في باريس الملجأ لقيت في باريس أنه أنا ممكن أبدأ من جديد بس هو مش ده ستباب الحقيقي المعاناة اللي أنا عايشتها في الفترة ديك معاناة مع الأهل معاناة مع المجتمع حتى لما نكون طبيبا نحنا كنا من دون أي مبالغة من دون أي مبالغة الطبيبات في السودان بيتعرضوا للضرب واليهانة من رجال الأمن والله زي ما بحكي لكم كده يعني أنا قبل ما أجل كنت شغالة في قسمة جراحة في الشرطة وحصلت حادثة أنه بيستفزوا من النساء أنت بتكوني أنت اللي في مواجهتهم كنت بشتغل قسمة طوارئ فواحد بيعتبر أنه عنده السلطة هو شرطي فجاء دخل وحس أنه نحنا متعاملنا معاه بالطريقة اللي طليق بسلطته ومكانته في المجتمع لأنه رجل يعني هو رجل شرطة فقرر أنه يضربنا وإحنا تخبطنا في جنب المكتب واندفشنا فدي أنا قصتي دي بسيطة مع زميلتي للقصص تانية كثير أنه في نساء لما نقوم عليها من الضرب فما في احترام المرأة في السودان بس يعني بالأثناء الثورة كان حضور المرأة السودانية يعني مختلف تماما فرضت نفسها المرأة السودانية فرضت نفسها في السورة خطرت يعني أيوة خاطرت وجازفت قادة الصفوف الأمامية في السورة الأممحات فتحوا بواب بيوتهم للسوار عشان يخشوا البيوت حتى في قروبات الفيسبوك اللي كانوا بيستخدموها للإعجاب من برشات من برشات أعرفين إحنا كانوا بيستخدموها المشاركات المرأة في السورة فرضت نفسها وموقعها في السودان وهل هاي شي بتحسي رح يفرض تغيير واقع ما بوضع الاجتماعي اليوم الحياتي؟ أكيد كنت بتكلم مع صديقة واحدة ليا من النسويات الأسبوع الفات فكنت بتسألة عن الوضع وتغيير وفي حاجات كتير عندي ملاحظة لها في أرض الواقع في السودان قالت في مسألة اللبس في انفتاحها اليان في اللبس في الشارع يعني كنت تلبسي أي حاجة وممكن تتكلم معك لانو في قانون نظام عام لانو في قانون نظام عام لانو في قانون نظام عام لكي لسا في حتة انو وفستين زي ما هي حبا كنت بتتكلمي عن صورة السودان في الخيال يعني في مخيلتك الصورة دي اللي ورستيها من جدودك الصورة دي اللي يمكن شباب كتير عايزين يرجعوا لها انو السودان بلد جميل جدا طبيعة يعني جنة على الأرض فيها سلام فيها هدوح أعصاب فيها كل حاجة الصورة دي قد ايه بعيدة عن الصورة اللي موجودة في ذهن الناس ازاي ممكن نرجع تاني للواقع ده بعد كل السنين دي أول حاجة اللي تركوها الكيزان باسم الدين لمدة 30 سنة الكيزان يعني الكيزان اللي هم الحكومة السابقة حكومة عمر البشير لمدة 30 سنة هي يعني صارت زي السرطان منتشرة في أي بيت ومنتشرة في عقليات حتى السودانين في البيوت يعني أنا أهلي مش بعيدين من الفكرة دي يعني نتمنى نتمنى انو في مقاومات كتيرة والناس كتير بتحاول انو تغير الحاصل لكن على قدر التوقعات يعني يعني نقول امكان خمسة سنين على خمسة سنين شوية شوية الصورة بتبدأ التظهر على جمالها لكن برضو أيام الاعتصام قالوا كان في بيئة مثالية للسودان اللي كنا منتخيله من التأخي والمحبة ما بين بعض والناس اللي بتهتم بيكي ودشاي الهميك ويقال انو المرأة ما تعرضت لتحرش في الاعتصام نتيجة لانو انو محاولة انو بخلق بيئة مثالية للسودان للسنين القدام لكن والله نتمنى يعني نحن حاول نشتغل من برا على الصورة دي نحكس الصورة الجميلة اللي ممكن تكون للسودان والشغل الصعب على أرض الواقع في أي لحظة إما جيتي هنا علشان تشاركي في الفعالية دي قررتي وقلتي لا خلاص أنا هبقى في اللحظة اللي بدأت فيها الثورة أنا كنت جاعدة وقعت بعدها فترة أطول قلت إجازة بدأت الثورة وقررت انو حيكون صعب انو أنا أرجع لانو أنا عارفة مش حاسكت مش حاسكت وصودها حيعلى وحيكون يعني ماما حتكون دائما دارة تحبسني في البيت عشان ما أطلع على المظاهرات وحيكون في عايشة في الصراع ده تاني أنا كنت عايشة الصراع ده في البيت يعني فقررت انو نعمل مظاهرات هنا ونطلع ونجهز المظاهرات مع أخواننا السودانيين هنا وقعدت وقدمت للجوء سياسي بنفس القصة ونتعرض لكثير من المشاكل في السودان وخاصة أهلي ورفض من كل الجهاد وبس يعني في أثناء الثورة ماما كانت بتقول هي كانت رافضة تماماً أنا قدمت لجوء لكن في أثناء الثورة قالتلي يعني أنا بحمد رباً إن كنتي فضلت في باريس لأنا كنت عارفة إنتي لو رجعتك يعني هم موافقين على الفصد في البداية أيوة كفير هلأ شو الوضع مع الأهل؟ موافقين موافقين؟ يعني بس كل تفكيري مع الوضع السياسي ووضع المرأة هناك حيحصل شنو في تغييرات الحكومة الانتقالية وما وضع المرأة في السياسة وكده حملة الخمسين كنا بنطالب خمسين في الخمسين حالياً بقرأ اللواءة الفرنسية في بوزار راعت فنونة جميلة في باريس وشغالة في لوتخيانو على مشروع برضو مهداء للسودانين باسم الثورة تجلب السلام إلى السودان هو عمل من إخراج هند مديب المخرجة هند مديب حيكون مجموعة من الفنانين السودانين مع فنانين فرنسيين وحيكون في لوتخيانو المسرح المسرح هند مديب اللي هي الإعلامية والمخرجة الفرنسية تونسية والبنت بنت كمان عبدالوهاب مداب الفيلسوف الفيلسوف الكاتي والكتير مداب عم تعطوله عبدالوهاب المؤدب هو بقوله لو عداب أم لا ضيعتوني بس يعني دلوقتي إما الفرنسيين مثلا إحنا نعرف في فرنسا ما فيش سودانين كتير غير لندن مش حقيقة مش حقيقة مش حقيقة عالي صوتك عالي صوتك عالي صوتك مش زي لندن أيوة مش زي لندن فما الفرنسيين بيقبلوك يعني وتقول لهم أنا من السودان أيوة أي رضة الفعل متأكرة أول فقال أنت أسوبيا لعني من السودان طيب السودان الشمال والجنوب بيكون في آسيا كده أو أنت أنت بتشبهي الهنود تشبهي من؟ تشبهي الهنود البلعة الحنديات أيوة في ناس مؤخرا بقيت بعرفت من البلد اللي قامت فيها ثورة مؤخرا تعرفها في السودان ففينا عارفيني عن السورة أيوة أيوة فعلا وأعتقد السورة عرفت كثيرا أين أكتر حاجة وحشاكة هنا من السودان في باريس أكيد برضو أنت تأقلمت بسرعة بس أكيد يعني زي ما بتقول ريتا في فرق كبير ما بين باريس وخرطوم الجماعات ممكن أن محشوني الناس جماعات السودانين الجماعات اللي بتكون حوالين ستة شاي الوناسات البسيطة قاعدة الحوش عندنا قاعدة الحوش بتخدكم فيه سرير أنت بتتلحف النجوم واو طيب شو الأشياء اللي صدمتك وحزنتك بباريس باردة باردة أعتقد أن هي مش باردة كجو باردة باردة في قلوب الناس كمان باردة بحس أنه في جواب عاطفي وجواب عاطفي بصي بس أنت يعني مصممة أزياء في باريس هي برضو حاصمة الموضة هل انبهرتي ولا هينت صدمتي قلت إيه دا وما ليه كلهم مالهم لبسين سود كأن يعني في إيه رضة فعلك مع الموضوع دا ولا حستيهم ستايلش قوي وفعلا عندهم حاجة وبرضو في يعني في باريس مثلا في المكان اللي حوالينا الجامعة في نوع معين من الباريسيين اللي بيلبسوا على الستايل وعلى المودة وده اللي بحبه قعد أتفرش عليه الباقي أيوة بيلبس أسود إن صدمت حسيت إنه وضوع الفاشن هنا جزء أساسي من حياة الناس يعني الناس الحوالية في الدوائر اللي أنا اللي بتكلم معهم يعني كيف تلبسي وكيف تمشي وكيف تعيشي حياتك بطريقة معينة وبستايل معين فبرضو جايت عندي رقبة المقاومة للفكرة دي إنه مش لازم أظهر بشكل معين وبعدين حكاية الفاست فاشن برضو حس إنه الموضوع الفاشن كله ماشي على اتجاه الفاست فاشن فاشن سريع بتحسي رحت بالوقت الألين للمتباقين تقدري تشقي طريق لإلك بعالم المودة كونك بعاصمة المودة عندك هيدا الطموح لأنه جاية بكولتر مختلفة بثقافة مختلفة وثقافة حقت فيها أمكن أكتر من خمسمية فكرة من قبيلة مختلفة ممكن أدرس القبائل دي وأدرس لبسهم وشكلهم القرى على الموضة القرى على الموضة أفريقيا على الموضة وشغالة مع برضو لاجئين فنانين مصممين أزياء ومصممين أكسسوريز سنتم نعمل برضو مجموعة جديدة بتعاون مع نفس الناس دل وبرضو جايين بثقافات مختلفة فرم تشاد وفرم سومالي ميادة عادل اسمحيلي أن أسجل ساعدت أنك جيت إلى عنا اليوم على هوا الأيام أنا كنت سعيدة جد أن تعرفت عليك شكرا كتير ومتمنى لك دايما للتوفيق